يعد مستشفى الخنكة المركزي أحد أهم المشروعات الصحية التي تنفذها محافظة القليبية وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية وتقدم مستشفى الخنكة المركزي خدماتها الطبية لما يقرب من مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة الخنكة والمناطق المجاورة لها تطور كبير يشهده القطاع الصحي في كل ربوع الوطن ليكون قادرا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين مستشفى الخنكة المركزي تعد أحد أهم المشروعات الصحية التي تنفذها الدولة بمحافظة القليبية ضمن المشروع القومي لتطوير مستشفيات الجمهورية مستشفى الخنكة التخصوصي من أحد المستشفيات التي تم تطويرها تطوير شامل ضمن المبادرة الرئيسية لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمة الطبية تطويرا شاملا ومميزا وذلك تمهيدا لضم المستشفيات بجمع المحافظات لمنظومة التعميل الصحي الشامل ضمن أعلى معايير الجودة والاعتماد تم تطوير المستشفى المستشفى بتقع على 41 ألف متر مربع المستشفى بتضم 123 سرير إجمالي بها أقسام تخصصية المستشفى الحمد لله بعد ما تم افتتاح تم تطويرها تطوير شامل من حيث الاستقبل والطوارئ فاحنا بقينا قوتنا 18 سرير ما بين التخصصات المختلفة البطن والجراحة والعظام والأطفال وتخصص برضو الطوارئ لحياة العاجلة وحالات الرعاية المركزة وحالات الحوادث عندنا غرفة إنعاش قلب رئوي متطورة تطويرا كامل بها كل التجهيزات الكاملة من أجهزة نفو الصناعي لسرنجات كهربائية تسعف أي مريض إن شاء الله يدخل عندنا إسعاف مش هيكون إن شاء الله محتاج أي حاجة من بره وتقدم المستشفى خدماتها الطبية لما يقرب من مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة الخنكة والمناطق المجاورة لها في تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والعظام وغيرها من الأقسام الأخرى وتبلغ مساحة المستشفى التي تم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل بتكلفة 320 مليون جنيه أكثر من 41 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 123 سريرا و7 أسر رعاية مركزة لتكون جاهزة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين